خلينا نقول إن في أربع حاجات غير معتادة أو غير متوقعة تأثر على السنان وتأثر على أو من خلال الأسنان ممكن تأثر على الصحة العامة تخيلوا إيه؟ عدوا معي أول حاجة شرب المياه الغازية الدايت عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا إن المياه الغازية الدايت من أخطر الأشياء اللي بتسبب لخلاقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية إلى فقد السنان دي واحدة حاجة تانية إنه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن أن يؤثر أيضا ويسبب تلف الأسنان لأنه مع الغطس بيؤدي الغطس أساسا كل غطسة وهو عامل انقباط في الفكين بشكل امفولنتري أو بشكل زايد عن اللزوم بيزود الضغط على الفكين فمع الغطسين المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة وفي عماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين أكتر وأكتر وبالتالي الأسنان تتأثر كثيرا طبعا اللي بيحب الغطس هيضايق قوي من الكلام حاجة تانية كمان إنه فرشات السنان فرشات السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوة والمشاكل في اللازم وتنقل فيروسات تنقل فيلوانزا تنقل فيروسات أخطر من الفلوانزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشات سنانه لوحده وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فرشات الأسنان التانين يعني يا سلام كل واحد له نفس فرشة سنان بتاعته آه كل واحد منقل لون اللي منقل مش عارف إيه وكلهم حطانها في كوباية واحدة فكلهم لسين فمعهم يا سلام طبعا انت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم هادي نقللهم التاني عادي جدا يعني فالحاجة الأخيرة بقى اللي بتأثر على السنان ودي حاجة غريبة جدا إنه لو أن الرضاع الفترات طويلة يؤدي إلى مشكلة خاصة بتسوس الأسنان الرضاع الأكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة أكتر وأكبر للإصابة بتسوس الأسنان أربع حاجات مش متوقعين ناس كتير ما تعرفهم شيء لكن الأربعة موجودين والأربعة مؤثرين جدا جدا هزود لكم حاجة خمسة بقى حاجة خمسة في منتهى الخطورة من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي إنهم بيستخدموا الخلة والخلة دي خطرة جدا الخلة اللي هي الخشبة أو حتة الخشبة طبعا فيها أنواع كتيرة دلوقتي منها ويعودوا يعملوا بيها حفر أو يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من أكتر الأسباب اللي تسبب فراغات في الأسنان وتزيد من مشاكل اللسة بشكل أكيد وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب لإنه في ناس بتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جبهة لناس وحشة أوي 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 يعني أوي إيه دا؟ إيه اللي أنا أقول لها؟ تعالوا نبدأ نهاردة حوالنا مع ضيف العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجان ويعجبني جدا أسلوبه حكاياته حكاء رأة جدا ليه يوميات طبيب أسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد أن أنا بروح في الامرجنسي بس في الضوارئ في الألم إلى أن أنا هروح لغير الألم كمان أنا ببحث عن ابتسام أنا ببحث على أنه أنا فاهم كويس جدا على أنه الأسنان بتكمل جمال وجهي فأنا ببحث عن بقية الأجزاء اللي في وشي اللي محتاجة تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الأسنان أو الفعم تعالوا نشوف النهاردة حوار مسير مع ضيف العزيز واحد من لجوم هذا المجال أستاذ دكتور كريم مكادي أنا لازم أروح لدكتور الأسنان عشان أعرف إيه مشاكله الزراعة لوقت تمت بسلامة يعني خلاص أنا كده ولا فيه محاطر منتظراني المريض بياكل وهو مش حاسس إنه هو خايف يأكل حاجة ناشفة عشان خاطر الزراعية لأ طالما التحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العظم دايماً بنقول إنه من حق أي حد إنه هو يأكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السبتة ويستطعم الأكل اللي هو بيأكله لازم تبقى عارف إن المكان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حب الدكتور كريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان ضيف العزيز للأسنان دكتور كريم مكادي أهلا بك أهلا بك دكتور عجبك الغطس أنت غطاس أساساً أنا غطاس أساساً وقت شهدان معاي شهدتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني كمان أنا الناس من أعز أصدقائي غطسين يعني غطسين بارعين يعني أنا مفتاخي طبعاً أستاذي لأستوز دكتور جمال سامي ده أستاذي وده من أهم جراحين القلب في العالم يعني ده غطاس محترف فعلاً بس الغطس ده يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على الآخر أي نيجاتيفيدي أي حاجة أنت بتشوف عالم تاني بتشوف دنيا تانية بتشوف كائنات مختلفة ألوان بيخليك تطلع بني قدم تاني فالعالم ده أي دكتور أي حد بيشتغل مهنة فيها سترس عالي بيبقى حلو جداً إن هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي بالنسبة للغطس مع الأسنان أنا عجبني جداً حضرتك يعني يعني فكرة إن تعرف أن العمر ما غطاست في حياتي؟ لأ ده لازم أنا كبيري حمام السباحة بغطس لما بغلط يعني ده أنا حتى ساعات بنزل حمام السباحة وحرص على إنه ما تدلش يعني شعر نفسه ما يجيش عليه مية آه والله يعني زيني وقف حمام السباحة يعني تعرف أن العوم يعني مش حريف بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكرة ده تعالى الغطس مش لازم يبقى سباح جامد لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على البست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه فممكن يأثر على السناء طبعاً جداً بشكل جامد جداً وخصوصاً لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستابس اللي مفروض يعملها الناس اللي بتختص أعماق عالية اللي بيختاروا الـ 27 متر لازم هو طالع تاني بيبدأ يعمل ستابس عشان يبدأ يعمل ريليس أو ايه ده ايه ستابس دي يعني؟ ستابس يعني بيطلع على عمق أقل يعني مايبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل مايطلع بره المياه لازم يوقف شوية خمس دقايق وليها حزبة معينة عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه للنتاحتي بيبقى كل حاجة مضغوطة كل أقويات دموية كل حاجة مضغوطة داما ما احنا عندينا سؤال في الحتة دي اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كه disponبte في ناس بتنفجر الرئة نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعية دموية ما احنا عندينا أوعية دموية جوى أعصاب السنة نفسها في الحتة اللي فيها الأعصاب والأواعية الدموية بتاعتها فاحنا لما بنطلع فجأة كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأواعية الدمويت��을 تاني حاجة الماوس بيس بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي للمجدودة وهي ناس اللي تختص يبقى عاضد أو جازز قوي على الماوس بيس بتاعته اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعته فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه إنه هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأسنان بتاعه ويعمل الستوبس المزبوطة ولازم يبقى نازل مع محترف معي إيه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك إحنا دلوقتي هزا السيزون أنا عامله يوميات تحكيلي بقى الأسبوع اللي فات ده إيه اللي غرى فيه عندك قبل ما أحكي لحضرتك القصص دي برضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده من الكوارث اللي بتهدد السنين ليه؟ وخصوصا إنه هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه الناس حتى ما بتحطش خلة سنين بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة أو كارنيه أو كارنيه كارنيه ده موضوع منتشر جدا فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجين في السنة بيكسر في الصغطح السنة دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية فده كله بيخلي الأكل اللي ما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللاسة وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ فإحنا أعداء خلة الأسنان وأي حاجة بنسلكها كيف فرشة سنان جميلة جدا ولو مضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جدا ماشي بس لكن أي حاجة بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا طب ليه ليه الإنسان بيفقد سنانه؟ ليه الإنسان بيفقد سنانه؟ إحنا هنقول كلمة سؤال كده عارف سؤالك جام عام جدا بس السؤال مهم إحنا هنقول أهم حاجة فيه الإهمال الإهمال هي بداية كل حاجة هو العدو الأساسي اللي بعديه بيترطب عليه كل المشاكل بعد كده يعني أنا بداية ما بخسلش سنان تبدأ الأكل يتحشر بين السنان يبدأ يتعفن يعمل لي بكتيريا البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة والعظم اللي حوالي سنة تعمل لي أحماض تأكل لي في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله ده إهمال الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري بتاعي يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها أنا لو رب أروح للدكتور كل 3-4 شهور لو التساوس في أوله خالص الدكتور هعمله مش هابقى فيه أي مشاكل ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يضرب العصب وبعد كده أخد أمتيبيوتكس وأخد مسكنات وبعد كده أسيبه برضو فالخراج يقلب لخراج حاجة اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبوضي الدهنية ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد بالزبط كده السنة تفقد ده بيحصل إيه هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة بس هي متسبتة في مكانها كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصادها مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالزبط كده اتحركت كل اتحرك الخبيث ليه 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 الأسنان بتحرك عشان تحركة هي أسنان تحركة بس هما سندين بعض فاحنا شلنا الإكوليبريم بتاعهم أو السبات بتاعهم وده العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي جذبية بنت اللي سينة بالزبط كده هو على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل ساعات الناس اللي هي بيبعندهم تقطاقة في المفصل الفك تقطاقة دي بتبقى نتيجة ان الأربطة بتاعة الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخط فباقي بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله مشكلة ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزينج رافع عضة رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده ان احنا بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بيتحط على الدروس الورانية بنبوز لا حلوة او الجملة دي بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة بالزبط ده في حمالي بالراحة بقى حشرح لحدك مش احنا قلنا كل سنة سندل لقصادها وسندل لجنبها طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض اللي قصاد بعض ايه اللي هيحصل السنان هتطول طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصة ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية اعمل ايه ارفع العبدة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي وبعملها ازاي بحط حاجة بترفق على الاسنان الخلفية وبتعمل لي الاسماء اللي انا بقولها لحضراتها دي قدام فتبدأ الاسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج فمع الوقت خفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي بالزبط كده فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدأ الاربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف والكلام ده كله ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله دي 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 من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جدا هم تحاول محافظ على مفصل للفاك ونتفادى اي بيروحها ليه لان دي الحاجة بتاعت ربنا بفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه واللي يقول كده انا مش موافق عالكلام ده الحاجة بتاعت ربنا هي الاساس ده طيب فيه ناس بتفقد سنانها بالكامل دي بقى مشكلة مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش بفهوم أهمل جدا زي ما انت قلت الراجل ده بيبقى عنده او ستة دي بيبقى عندها حالة يأس وساعات بيحصل في سنة مبكرة يعني طيق انا شفت السنة المبكرة دي وشفت في سنة اربعين سنة وسبعة وثلاثين سنة ما عندهمش ولا سنة بيبقى ايه اللي حصل وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض عضوية بيبقى ايه اللي حصل اساسا هو اهمل راح لدكتور بتاع حشو خلع فالدكتور خلع له السنة اللي بتوجعه واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية خلع الأسنان كلها وبدأوا يعملوا الأطقم المتحركة اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده أن هي بتبدأ تخلي العظم أساسا يتآكل غير فكرة أساسا أن العظم أسنان حافظ على حجبه ده بسبب الأسنان اللي جواه فانشلت السنة وحطت له حاجة قاعدة بتعمل تراشر على العظم بشكل معين فالعظم عمال يتآكل هتجي لي مثلا عندي واحدة لسه جايلة أسبوع الفات عندها أربعين سنة وخلع بقالها سنتين تلاتة كل أسنانها وماشى الطقم متحرك وعدمها قليل للزراعة طب هل دي يعني هو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله بس هل هي مش من حقها أنها ترجع بأسنانها تاني كاملة لا طبعا من حقها وخصوصا كمان هل مش من حقها أنها يدوء الأكل بالطريقة اللي احنا بنستطعم بها الأكل ما احنا عندنا الأطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الأكل احنا عندنا زي ما احنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري يسري ده مش كبير برضو ده حاجة واربعين سنة فقط أسنانه للوية كلها وبدأنا نزرع له عبن مع الزراعات بتاعته وبعد كده حملنا له أسنانه زي ما احنا شايفين فوق هنا يسري كان من ضمن التحديات بتاعته أنه راح في كذا حتة قالوا له أنت العبن اللي تحت الجيب الأنفي قليل جدا مش هنقدر نعمل لك العملية دي فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الأنفي نرفعه دلوقتي كلوز ده مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفع الجيب الأنفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية وبنحط عدمه وبنحط الزراعية بتاعتنا وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاعت الجيب الأنفي اللي نقص هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسيا محتاجة سابورت في جامل طبعا جدا جدا وخصوصا ان هو ما بيبقاش عنده ثقة في نفس ان هو يقعد يتكلم معه قدامه مش هاركي يتحمل حالك زي كده الحالة دي الحالة دي هو وبعدين بصوا برضو انتو دا كايب انتو اللي عمين الحكاية دي بقى عندكم مكادي سنتر انتو حطيني الصورتين فوق بعض علاتوك لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين ايه بقاش بس انا كان نفسي تشويق ايه انا نفسي اشوف الصورة او انه دي فتاة انا يعني هتعمل اي فيها هتعمل اي فيها هاي انا عرى بيض ودي تعمل في ايه وبعدين انتو فاجئني بجمال السورة بصراحة جميلة جدا وانت بصور فروم نير فيجن يعني مسوره وناتشرال يعني مسوره قوي قريب جدا نتشرال جدا انا عجبني او انها نتشرال نتشرال يعني طبيعي عايز اقول له حضرتك على حاجة السورة الاولانية لو حضرتك لاحظت ان الجدور لسه موجودة دي نقطة انا عايز اتكلم فيها دي ناس بقى بتعمل ايه جاتلي قريب ايه دي نفس الحال لأ دي حالة تانية حالة تانية دي نفس الحالة او دي ما احنا شايفين فوق هو فيك دور موجودة اه كان رأي المريض لما جئ وحسألناه قلنا له انت ليه سايب الجدور دي قالك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنة في مكان عشان تحافظ على حجم العظم طب كويس جد لا مش كويس خالص ليه بقى لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها البكتيريا دي عملت بكتيريا على العظم اللي اشتغل بفكرة الاستيوكلاستيك اكتيفتي اللي احنا قلناه في الاول فاكل نفسه وعمل اوضة الاوضة دي فيها صديد يبدأ الجسم يبعد حاجة اسمه ابسيليل سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده اللي لما بتكتمل ابسيليل سيلز دي بطانة الاوضة دي ده بنسميه ايه؟ ابسيس لأ السيست هنا بقى السيست ماشي مع ايه السيست اللي هو كيس الدونج اللي هو بيتطور بعد كده ممكن يقلب ابسيس ما هو ابسيس ده في الاول اكيوت في كرونيك في السيست اه في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من انفكتد يوصل اخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعمل معاملة الاورام ليه اوصل لكل ده عشان سيبت لنا؟ هيكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى؟ عشان بيكبر بحاجة اسمها فينجر لايك تروجيشنز بيكبر بشكل صوابع دخلة في العظم فعمل ما بيتشيل بيتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشيل بسفتي مارجنز عشان كده لازم يعامل معاملة طب انا كل ده عشان انا سفتي مارجنز يعني معلش احنا اقول انجليس نهارده نهارده اقول انجليس وزيقان كلمة وارم حاجة سيستاهي هتشيل كأنها وارم فيتشل حقاليها هي مثلا اقول ليكم واخدها تلاتة في تلاتة لما انا جا اتشالها بقى هشيل بمساحة خمسة في خمسة مظبوط كده يعني ازود كمان اتنين ايه استقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان اقامل نفسي لانها هي متوغلة بصابح جوه هزا النسيج وكل حتة صغيرة تعملي كيس دهني تاني تاكلف عبني تاني فلازم تتشال مظبوطة حلوة اول حالة دي كمان كل ده يعني ليه بقى عشان احنا سبنا السنة تعمل كل ده وموقفناش قصادها ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشقها فكرة ان المريض ما بيأكلش اي حاجة ما بيدقش اي حاجة مش عايش وتقاله انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده يعني ارائع كده كم زرعة دول دول كانوا تمانية فوق وتمانية تحت تقريبا حالة دي بقى لها فترة اطبعه ثلاثة اربعة خمسة اه ثمانية فوق وتمانية تحت هي نفس الحالة ثلاثة اه هي نفس الحالة لا ايها جدا وانا اللي اعجبني قوي فكرة النتشراليتي وطبعا البيت انتو قلفتوا هنا بيت بقى لكسة تانية خالص بقى هنا مكانش فيه اساسا بيت موجودة الزبط بس احنا بنقدر بقى بش عضة يعني بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدأ نخليه يعض بطريقة معينة بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورا فبيبدأ الفك طبعا زي ما حدراك عارف لما يكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه للعضة بالنسبة للمريض نفسه مش لينا احنا بس فبيبدأ الفك يتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقة مش مظبوطة فبنخليه حط يرجع لسانه الورا قوي ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة عشان نعرف شكل عضيته في الاخر هتبقى عاملة ازاي وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هما الريموفابل بروسيسز اللي هما الاطقم المتحركة احنا هنا بنستخدمها في الحتة دي بقى عشان نرسم العضة نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الاطقم المتحركة اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الاول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتحت ويبدأ يرسم لي العضة المفروض تبقى في الحتة دي والكمبيوتر بقى بعد كده هتتسارك بقى والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الاخر ان هي العضة تبقى مزموطة والمريض ما يبقاش مدايق وياكل كويس الأشياء المقطعية لو احنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني برضو هنربط بين الأشياء المقطعية وبين هذه الحالات الحالة دي من أهم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها هنا زراعة العضم لو حضرتك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مزبوط أدى إلى إيه؟ احنا كنا قلنا في الأول لما بيحصل باس تحته وبيتساب بيبدأ العضم يأكل نفسه العضم متأكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط طيب المريض ده جاي السنان دي كلها أو التركيبة بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول طيب راح لف لأ مستحيل نزرع لك انت عندكش عضم خالص وقالوا له احنا هناخد لك حتة من الحوض عشان نركب لك انه يركب لك الزراعات دي ده حل موجود بس انا ليه دايما اخش الحتة الصعبة ان انا افتح حتتين عشان احط العضم من حتة الحتة لا تحت احنا عملنا ايه؟ حطينا الزراعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العضم الصناعي بتاعنا لو حضرتك بصيت هتلاقي ان العضم فعلا بدأ يتكون الاشعة التحت دي دي بعد شهرين ونص من وضع العضم بتاعنا بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل وفيه صورة تانية احنا حطينها دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل ازاي؟ هتظهر معين ايه؟ اهي يعني هو ده بعد ما احنا حطينا العضم ده فوق يمين بعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزراعات بتاعتنا وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الاسنان بتاعتنا خليكوا دايما مع دكتور شكرا 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 اشتركوا في القناة